ومسابقة غريبة وهي الرسم بالأدوية العشبية في جنوب الصين أقيمت مسابقة للرسم بالأدوية العشبية الصينية للاحتفال باليوم العالمي للممرضات المسابقة جرت في المستشفى الأول التابع لجامعة قوانشي للطب الصيني والهدف منه هو إقامة هذه المسابقة هو نقل التراث الثقافي غير المادي من الصين إلى جميع أنحاء العالم فيểuق آجاء العالمي المصادر الأرجان المشاركة المصادر الأرجان الonent محمية الملوخ أم للفس six روح العلم الفيدي tadi تطبيق الأنم